القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب شكل كبير في التفجير الذي وقع بعد انتهاء الحفل وأضافت المصادر ذاتها أن شرطة البريطانية لم تقم بتفتيش الحاضرين عند دخولهم لقاعة الحفلات ولا بتفتيش حقائبهم قائلة لما أخذنا تذكر الحفل دخلنا القاعة إلا أن الغريب في الأمر هو أن عناصر الأمن لم يفتشون ولم يفتشوا حقائبنا وأضافت كان ينبغي أن يكون المزيد من عناصر الأمن في القاعة ومن جهة أخرى لفت انتباه السيدة المذكورة امرأة كانت بجانبها بدت مشبوهة جدا حيث كانت تتحرك في كل وقت وفي يدها حقيبة إذ أنه قبل دقيقة أو دقيقتين من نهاية الحفل اختفت هذه السيدة ثم حدث الانفجار جدير بالذكر أن الحادث الإرهاب الذي أعلنت تنظيم الدولة الإسلامية تبنيه أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم أطفل والعشرات من الجرحة هذا واستطاعت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على سلمان عبيدي بعد اشتباه تورطه في هذا الحدث الدامي إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك صوت الشعب